حبينا بقى نبدأ السنة دي بانفراد في زمن الانفرادات الإعلامية في باية قليلة وندرة لكن علشان النادي الأهلي وجمهور الأهلي بنكتهد كفريق عمل في برنامج وقناة النادي الأهلي علشان نقدم نحضركم كل التفاصيل اللي تخص الأهلي ولعبته النهاردة هنستعرض في سيفن دي سبورت التقرير الفني للفيفا عن فريق النادي الأهلي ولعبيه في كاس العالم للأندية لو سألت أي حد عن أقوى مباراة في كاس العالم للأندية في 2023 وانت محمد عنيك كده هيبقى الأهلي والتحاد جدة وفوز الأهلي الكبير 3-1 ومش بس عشان النتيجة الكبيرة لكن عشان المباراة كانت أحداثها فيها إثارة وندية كبيرة جداً بين الفرقتين لكن حسامها الأهلي وتفوق فيها في كل التفاصيل على التحاد جدة بكتيبة نجومه زي بنزيمة وكانتي وفابينهم غيرهم من اللعبين الكبار جداً يعني بس قبل ما نستعرض تقرير الفيفا بالتفاصيل لازم نوضح إيه هي اللجنة الفنية للفيفا وتفاصيل عملها اللجنة دي بيرقصها واحد من أساطير التدريب على مستوى العالم هو الفرنسي أرسن فينجر الموديل الفن التاريخي لنادي أرسن الإنجليزي وبتضم في عضويتها فريق تحليلي فني عالي جداً على أعلى مستوى سواء في الأسماء أو الكفاءات الفنية واللجنة دي بتكون منوطة بعمل تقارير أو تحليل فني لمباراة بطولات الفيفا كلها سواء كاس العالم للمنتخبات بمختلف مراحل السنية أو كاس العالم للأندية وبعض الأسماء في اللجنة دي بتتغير لكن في أسماء سابتة زي أرسن فينجر طبعاً رئيس اللجنة والمسؤول عن التطوير الفني في الفيفا طبعاً كمان أسماء تانية سابتة وهو الاسم الثاني السابت هو السويسري باسكال توسيبي وده أحد أهم خبراء الفيفا في التحليل الفني وكان حارس مارما سابق لمنتخب سويسرا وأندية زي ليفر كوزن الألماني ووسط برومتش الإنجليزي وجروس هوبرز وبازل في سويسرا وفي كاس العالم الأندية كان بساعد في التحليل الفني كمان كريستيان جروس المدرب السويسري الشهير بخلال فريق تحليلي مكون من مجموعة أوروبية رفيعة المستوى ولما تتكلم عن الفيفا كده وانت مغمض عينيك كده نروح لواحد من زمايننا الأزاز جداً وهو رئيس تحليل برنامج عمر البنوبي اللي كان متواجد في مبارات الأهلي والتحاد جدة والتقى برئيس فريق التحليل الفني في الفيفا وكمان حصل على نسخة من التقرير الفني في المباراة والتي هنستعرضها دلوقتي زي ما حضركم هتشوفوا معنا يعني عمر البنوبي أحد الناس الشطرة جداً 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 في الوصول للحاجات الندرة جداً تقارير التحليل الفني الصادر عن الفيفا بيتكون من 52 صفحة فيها كل كبيرة وصغيرة في المطش يعني مطش أهلي والتحاد جدة كل كبيرة وصغيرة من أول ديها الأخر ديها أرقام مفصلة عن كل مواقف اللعب وكمان أرقام مفصلة على اللاعب الأهلي اجتهدنا كفريق عمل وترجمنا التقرير ده وهنستعرضوا معنا حضراتكم علشان فيه أرقام كتير جداً ممكن تخد عشان الستوديوهات اللي بتحاول تقلل من إنجازات الأهلي ومن مجهول لعبت النادي الأهلي تتكسف لما تشوف وتسمع اللي اللجنة الفنية للفيفا بنفسها بتقولوا عن النادي الأهلي ولعبته نبدأ مع السويسري مارسل كولر إزاي اللجنة الفنية أشادت دي وبأسلوب لعبه وكذلك بلعب الأهلي بشكل عام في مواجهة اتحاد جدة اللجنة الفنية للفيفا قالت الآتي وعلى اتحاد جدة بنتيجة 3-1 في كاس العالم للأندية اهتمام مجموعة الدراسات الفنية للفيفا لقد كان لعبه الأهلي أبطالاً في عملية استعادة الكرة بمنطقة وسط الملعب مع أدوار محددة لكل لعب ففي حالة وجود الكرة مع لعب اتحاد جدة تحولت طريقة لعب الأهلي إلى 4-1-4-1 كلام زي ما حضراتكم شايفين معنا الصور ومعنا كل حاجة تفاصيل التقرير ده معنا ثانية بثانية يعني الناس يعني بتاخد ثانية ثانية في المباراة زي ما حضراتكم شايفين وانت مغمط كده التحليل الفني التحليل الفني ده بيبقى بيشتغل عليه مجموعة من المحللين على رأسهم أرسن فينجر ولما تقول أرسن فينجر أكيد انت شفت واحد بيشتغل في أرسنل ومسك أكبر منتخبات في العالم فبالتالي لما يتكلم بيبقى معاه فريق عمل على أعلى مستوى الطريقة اللي الأهلي يعيب بيها 4-1-4-1 في المتصف بلما مع أدوار كبيرة لعب الوسط الدفاعي مروان عطية رقم 13 ومروان عطية ده هنتكلم عليه بالتفصيل وكذلك السناء إمام عشور رقم 22 وأحمد كوكا رقم 36 كان هؤلاء الثلاثة العمود الفقري للهيكل الدفاعي للأهلي كانوا بينفزوا الضغط بقوة في منتصف الملعب ويتتبعوا اللاعب خطة وسط التحاد جدة كلما حاولوا استلام الكرة وبناء الهجمة وتمكنوا من إفساد الهجمات اتكلمت كمان اللجنة الفنيين الفيفا بالتفصيل عن النجاح الدفاعي لخط وسط النادي الأهلي مقارنة بالنجوم العالميين في خط وسط التحاد جدة وآلة الآتي إن السمة المميزة للهيكل الدفاعي للنادي الأهلي في وسط الملعب كانت التماسك والتقارب الشديد ودي صورة اللي قدامنا على الشاشة يا جماعة ده أنا بترجم الكلام اللي انتم شايفينه بالمناسبة ماشي وقالت إن السمة المميزة للهيكل الدفاعي للنادي الأهلي في وسط الملعب كانت التماسك والتقارب الشديد وحسبوها بالسانتي وبالمتر بالمناسبة قالوا إن متوسط المساحة اللي اتحرك فيها خط وسط النادي الأهلي في المواقف الدفاعية كانت 26 متر ووصلت كمان لمساحات 24 متر وكسر وكمقارنة مع خط وسط اتحاد جدة كان بيتحرك في مساحة 32 متر فيه فرق طبعا في حالة الضغط كانت المساحة 32 متر وثلاثة من عشرة يعني خط وسط الأهلي كان متفوق وضغط على اتحاد جدة بفرق 8 متر تقريبا في الحالات الدفاعية يعني من الآخر كده بالبلدي خط وسط الأهلي كان قريب من بعضه ومتمسك جدا وفي فرق كبير عن النجوم العالمية اللي في خط وسط اتحاد جدة كمان قالت اللجنة الفنان الفيفا في تقريرها ان سر فعالية تيكتيك مارسل كولر الدفاعي كانت في انه أغلق كل المساحات اللي لعب عليها بنزيمة ورومارينيو رومارينيو طبعا النجم البرازيلي الكبير اللي هو الفرود الأساسي مع بنزيمة في التحاد جدة أمام أوكلاند سيتي بين خط وسط والدفاع وقصاد النادي الأهلي كانت المساحة دي مقفولة عليهم تماما بالإضافة إلى الضغط والرقابة بالشكل منضبط من جانب لعبة النادي الأهلي أو من لاعب بقى النادي الأهلي المميز جدا مروان عطية وإمام عشور وكوكا على سلاسي خط وسط الاتحاد جدة اللي هما فيهم ناجولي كانتي ناجولي كانتي اللي هواخد كاسل عالم مرتين واربعة ده جماعة مع فرنسا وفا بيانيو وفصل الغمدي ولذلك قدر خط وسط الأهلي يعمل تحولات ويقطع الكرة ويعمل الهجمات المرتدة بسهولة يعني الأهلي وقتها حسم المباراة بالسيطرة على وسط الملعب وهنا يظهر الدور الكبير اللي قام به سلاسي وسط الملعب في النادي الأهلي مروان عطية وإمام عشور وكوكا اللي كان مروان كبير من مرسل كولر في المباراة زيدي طيب كريستيان جروس قال إيه بقى في تقييمه للأهلي كريستيان جروس قال إن الأهلي فاجئ أصحاب الأرض بأسلوبه من خلال السيطرة على منطقة وسط الملعب وممارسة الضغط العالي على لعبة اتحاد جدة وكلما حاول لعيب الفريق السعودي منزول بين الخطوط لاستلام الكرة فجأه بالضغط الكبير من لعبة الأهلي وأضاف كمان كريستيان جروس إن الأهلي كان جاهز بدنيا وزهنيا وحقق نجاح كبير جدا في تحويل الملعب لمساحات صغيرة عندما تكون الكرة مع لعيب اتحاد جدة واستطاع فتح المساحات بمجرد استحوازه على الكرة المبنية الهجمة يعني والكرة مع اتحاد جدة الأهلي مدايق المساحات قريب من بعضه عشان اللعيبة الصراع بتوع اتحاد جدة وكريم بنزيمة ورومارينيا والكلام ده ما ياخدوش مساحاتهم والكرة معانا خلق الأهلي مساحات عشان يبقى فيه كرة للأهلي قدام كمان اتكلمت اللجنة الفنية عن الأدوار المركبة والتغطية اللي قام بها لعيبت الأهلي في مواجهة هجمات اتحاد جدة زي مثلا إن في بعض الهجمات حاول رومارينيا يضغط على معلول فبيكون وراه مساحة بيجري بسرعة مروان عطية ويغطيها وفي نفس الوقت بتحرك كوك عشان يقفل أي زاوية تمرير ويحط تحركات كانتي طبعا إحباط تحركات كانتي ده من أسر على عيبت العقل ما جماعة بالمناسبة دي كانت الرؤية العامة لللجنة الفنية للفيفا عن المباراة وأسلوب مارس الكولر والأهلي في السيطرة على وسط الملعب أمام النجوم عالميين وإزاي لعابة الأهلي نفذت أدوار مركبة في الحالات الدفاعية طيب ليه بقى مروان عطية أخذ رجل المباراة؟ ودي نقطة مهمة جدا هنا بقى نشوف تفاصيل أرقام مروان عطية من واقع التقرير الخاص باللجنة الفنية للفيفا عن مباراة الأهلي والتحاد جدة تخال عزيزي المشاهد إن مباراة الأهلي والتحاد جدة وأمام أسماء لعاب الفريق السعودي زي كاريم بنزيمة ومكانتو ورومارينيو وفابينيو استطاع لعاب النادي الأهلي تنفيذ 73 عملية التحول من الدفاع للهجوم وده زيادة عن اللي عامل التحاد جدة بـ 23 محاولة لأن التحاد جدة نفذه فقط 50 عملية التحول من الدفاع للهجوم في المباراة كمان زي ما حترككم شايفين على الشاشة إنه سلاسي خط وسط الأهلي موجود ضمن أول أربع لعبين في المباراة كلها سواء لعابة أهلة أو التحاد جدة في تنفيذ التحولات دي لكن المتصدر هو مروان عطية اللي قدر ينفس لوحده 39 عملية ضغط رفاعي وتحول هجومي في المباراة وده رقم خرافي ده رقم مش طبيعي كمان المركز الثاني كان إمام عشور اللي عمل 33 ضغط وتحول هجومي زي الفصل الغمدي والرابع كان أحمد نبيل كوكا بـ 26 مرة ده أنتم متخيلين إن أول أربعة فيهم الثلاثة بتوع نص ملعب بتوع الأهلي ده يبين قد إيه أن دي الأهلي كان مسائطة عن نص ملعب مش كده وبس لا مروان عطية كمان أكتر لعب في الملعب سواء في الأهلي أو التحاد جدة فتح مساحات لاستلام الكرة بـ 23 مرة كمان مروان عطية أكتر لعب في الملعب عمل ضغط مباشر في الحالات الدفاعية بـ 7 محاولات نكحة وأكتر من كانتي اللي عمل 6 محاولات نكحة يعني مروان عطية متفاوجة على نجوله كانتي في نجاح المحاولات الدفاعية مروان عطية كمان أكتر لعب حرك اللعب هجوميا بـ 45 تحرك هجومي أثناء المباراة أنت متكيل فيه 45 محاولة هجومية مروان عطية اللي محركهم أثناء المباراة والرقم المرعب بقى اللي حققوا مروان بأنه أكتر لعب في الملعب في الأهلي أو في التحاد جدة قطع مسافات أثناء المباراة بـ 10.997 متر يعني تقريبا 11 كيلو متر في الملعب مروان عطية جاري في الملعب 11 كيلو متر أنت متخيل الموضوع واصل لفين طيب ما قدرش أقول بعد الأرقام دي كلها غير ربنا ياحفظ مروان وتفضل تأدي بالمستوى ده وأكتر كمان لكن الحقيقة إحنا أمام أرقام استثنائية للعب خط وسط من طراز رفيع جدا أرقام مرعبة حرفيا يعني ومش بس مرعبة عطية بالمناسبة لكن أرقام خط وسط من طراز الأهلي كانت الأفضل في هذه المباراة وفقا لتقرير اللجنة الفنية الفيفا زي ما ذكره طيب خط دفاع الأهلي بقى خط دفاع الأهلي أرقامه جانت رائعة يعني لو تكلمنا عن صنعية ياسر إبراهيم ومحمد عبد منعم هتلاقي مثلا ياسر إبراهيم عمل 24 تمريرة 24 تمريرة منهم 22 تمريرة نكحة يعني بنسبة دقة 92% أنت متخيل نسبة الدقة 92% ده ياسر طيب وهو بيلعب بقى بيلعب على مين بيلعب على بنزيمة وبيلعب على الرومارينيو 2 واحد السنة اللي فاتت أحسن لعيم في العالم والتاني لعيم برازيلي من طراز رفيح جدا طيب كمان محمد عبد منعم 41 تمريرة منهم 38 صحيحة بدقة تمرير 93% أنت متخيل الاتنين اللي عندك 1-92% طيب محمد هاني كمان 34 تمريرة منهم 34 صحيحة بدقة تمرير 88% ومحمد هاني كان بيقوم بدور هجومي وكمان بدور دفاعي طيب وعلي معلول برضو في الدور الدفاع والهجومي 51 تمريرة منهم 42 تمريرة صحيحة بدقة تمرير 82% لو بصيت على الأرقام دي وبصيت على أسماء المنافسين هتعرف قيمة خط دفاع النادي بأهل الفنية لو بصيت على الهجوم هتلاقي تحركات إيجابية بين الخطوط لبيرسي تاو وكهرباء وحسين الشحات هتلاقي بيرسي تاو عامل 48 تحرك إيجابي انت عارف يعني إيه 48 تحرك إيجابي اللاعب واحد لبيرسي تاو بس طيب كهرباء عامل 42 تحرك دفاعي طيب حسين الشحات 35 مروان عطيه بقى وده يوين لك الربط بين خط الوسط والهجوم مروان عطيه عامل 39 ووجوك عامل 37 تحرك انت بتتكلم عن تربط كبير جدا بين الوسط والهجوم بالأرقام احنا معانا هى الأرقام الأرقام اللي انشفينها ده ده لأنا مشرحه بالمناسبة انا بص على الأرقام دي واشرح لحضرتك لو بصينا بقى على الجوانب البدنية لكل لعب هتلاقي مجهود عظيم ومضاعف من لعابة الأهل في المبارة دي يعني زي ما قلنا مروان عطيه اكتر لاعب جري في الملعب بمسافة 11 كيلو متر هنلاقي كمان بقى المفاجأة اللي لازم تاخد حقها ولازم نتكلم فيها ونديها حقها 100% علي معلول اللي البعض الناس بتقول انه اصله كبر اصله لازم خلاص ده يبقى اخر عاد ليه هو تاني اكتر لاعب قاطع للمسافات في الملعب بعد مروان عطيه بما يقرب من 10 كيلو متر كمان وراء مين احمد حسن كوك احمد حسن كوك اما يقرب من 10 كيلو متر هو كمان ثم مين ثم اللي بتزلم في المنتخب ثم اراد الله ان يرد له حقه ياسر ياسر ابراهيم بتسعة كيلو متر ووراء بيرستاو بنفس المسافة تقريبا دي ارقام استثنائية دي ارقام يا جماعة مش عادي ابدا ان انت توصل للارقام دي اصاد النجوم اللي انت بتلعبها دي كلها المحترفين اللي في التحاد جدة يخوفوا انت بتتكلم على التلات خطوط بتاعتك عاملين اميز ارقام في المباراة لما خط الدفاع بيلعب على بنزيمة وبيلعب على رومارينيو ونص الملعب اللي قدامه مين فابينيو كانتي فابينيو كانتي وقدامهم رومارينيو وبنزيمة وخط الدفاع بتاعك متمسك التماسك ده كله والجون اللي يجي فيك يجي من ضرب الجزاء هنتكلم بقى عن الشناوي في موضوع ضربة الجزاء ده اللي هو ايضا ارقامه ومميزه طيب معانا على الشاشة دلوقتي لما تيجي تقارن حارس اتحاد جدة بالشناوي ادي الارقام وادي الرسم الحراري بتاعهم والرسم البياني بينهم الخريطة اللي احنا شايفينها دي لمساهمات الشناوي في اللعب واستخدام الرجل وايده في اللعب في حين اننا لو هنقارن الشناوي مع حارس اتحاد جدة المعيوف طبعا هنلاقي مش بنفس الكفاءة زي ما الخريطة موضحها الشناوي استثنائي بكل ما تحملوا الكلمة من معنى والخريطة قدام حضراتكم ايه ومش بس عشان الشناوي تصدى لضرب الجزاء كريم بنزيمة لا كانت نقطة التحول الحقيقية في المباراة طبعا وغيرت مصر الوراء وخالت الاهل يحافظ على تقدمه لكن كمان لانه تعرض لاختبارات قوية في هزي اللقاء وزي ما بنشوف كمان دلوقتي دي خريطة تداخلات الشناوي في اللعب مقارنة بالمعيوف شايفين الخط البياني موضح ان الشناوي كان فعال جدا في التعامل مع الكرات اللي جات على مرمى ملاقص التقرير بقى ان لعيب الاهلي ومدررهم مرس الكومر بالارقام المفصلة تفوقوا في كل شيء على نجوم الملايين والمليارات أثبتوا ان هم الأفضل في أستيا وفي أفريقيا بلا منازع بلا منازع وكملوا التفوق ده أمام قراوة الياباني وأحرازه البرونزية التقرير والأرقام المرعبة دي محتاجين يتبروزوا في مسيرة لعب الاهلي التقرير دي محتاجين شوية انصاف من الاستوديهات التحليلية استوديهات التحليلية اللي كانت ما بتنصفش حد منهم ومفيش انصاف لياسر إبراهيم أكتر من كده يعني ده إحنا عندنا أفضل لعبة في مصر وفي أفريقيا ومن أحسن لعبة العالم وده شوفناها في كاس العالم للأندية مش في بطولة أي كلام لا ده في كاس العالم للأندية البطولة اللي فيها أحسن أندية في العالم يمكن تلاحهم البطولات وضغط المبريات وخروج الأهل من السعودية على الإمارات والتطويق بالسوبر خلونا ننسى بسرعة فرحة كاس العالم للأندية لكن لا لازم ندي كل وقت حقه وكان لازم جمهور الأهل يعرف لعيفته عملوا إيه وبشهادة اللجنة الفنية للفيفا اللي بيقودها مين؟ بيقودها أرسن فينجر كان لازم لعيفة الأهل يشعروا بالإنصاف وكان لازم يشوفوا هم عملوا إيه إحنا حاولنا ولو بشكل صغير نبين اللي لعيفة الأهل يعملوه الأرقام دي أرقام مش عادية دي أرقام مرعبة دي أرقام الفريق البطل في أفريقيا وهو بيلاعب أبطال أسيا وأبطال أوروبا يعني لما تلاعب بطل الدول السعودي اللي فيه أحسن لعب في العالم السنة اللي فاتت ده يبقى ده ده لامم أوروبا كلها فرقة نقوله كانت بطل كاس العالم ده كان إحنا بنقول لكم ده خلاص بقى ماضي ده مجهود مشكور عليه ومجهود كبير قدموا لعبة النادي لأهل لكن إحنا بستنين بقى التحديات الجديدة للسنة الجديدة هقول لكم زي ماكافتن محمود الخطيب هقول لكم زي ماكافتن محمود الخطيب قال اللي جاي أصعب بكتير الحفاظ على النجاح أصعب بكتير من الوصول ليه اشتركوا في القناة